موسيقى متابعين الكرام في مملكة العربية السعودية أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنبدأها طبعا بآخر صور الأقمار الإصطناعية الولدة لدينا هنا في مركز تقص العرب والتي تشير لتأثر أجزاء من شمال شرق المملكة وبعض الأجزاء الوسطى بما فيها العاصمة الرياض وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة تتمثل بتكاثر للسحب الممطرة من فترة إلى أخرى بمشيئة الله تعالى والتي أيضا تؤثر على المملكة منذ عدة أيام ناتجا تقدم لهواء بارد قادم من المنطقة الشمالية من المملكة بالنسبة لتوقعات الوطنات المطارية خلال 24 ساعة القادمة فمع ساعات مساء هذه الوطنة فرص الأمطار حاضرة في بعض هذه المناطق كما نلاحظ بالإضافة للمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع ساعات التي تسبت على الأحد تكون فرص الأمطار واردة في حفر الباطن في القصيم بعض الأجزاء الشرقية من المملكة وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة كذلك أمر هو مع ساعات صباح يوم الأحد تركز هذه الأمطار في القطاع الشمالي الشرقي من المملكة تشمل حفر الباطن أجزاء من القصيم الجبير والمناطق الشرقية ربما تصل الدمام والأجزاء الشمالية الشرقية من الرياض تحطر الأمطار الرعدية أحيانا بمشيئة الله فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربي مرتفعات باحة والأبهى ومرتفعات عسير في جنوب المملكة بمشيئة الله تعالى وهذه نظرة عامة للأحوال الجوية في المملكة خلال 24 ساعة القادمة أما هذه ليلى في العاصمة الرياض فالأجواء تكون غالبا غائمة 10 درجات مئوية والأجواء مائلة للبرودة إجملا في معظم هذه المناطق توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض 20 إلى 12 درجة مئوية يوم الأحد 22 إلى 13 يوم الأثنين مع أجواء غائمة جزئية وظهور لكميات من السحب الغيوم في حين توقع حطور أمطار رعدية يوم ثلاثاء في العاصمة الرياض ما بين 22 درجة مئوية في ساعات النهار و13 درجة مئوية في ساعات الليل دعونا نستعرض الآن درجات الحل العظمى متوقعة اليوم الأحد والصغرى ليلة الأحد الأثنين سنبدأها شمالا من سكاكة 18 إلى 10 عرعر 15 إلى 7 تابوك 19 إلى 10 درجات مئوية المناطق الغربية من المملكة تكون في مكرة مكرمة 28-19 في جدة 27-21 في المدينة 26-16 وفي الطائف من 22 إلى 14 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية في جزان 29 إلى 25 مع فرص لبعض الزخات الرعدية المحلية من الأمطار أمطار رعدية متوقعة في مرتفعات أبهى 19 إلى 11 وفي مرتفعات ألباح أيضا أمطار رعدية محتملة من 14 إلى 12 درجة مئوية في الإحساء شرقا أجواء غائمة جزيين 23 إلى 14 في الدمام 22 إلى 16 فرص لبعض الأمطار في حفر الباطن من 21 إلى 11 درجة مئوية أما في المناطق الوسطى في الرياضة 20 إلى 12 فرص لبعض الأمطار في بريدة من 21 إلى 11 وفي حائل من 17 إلى 8 درجات مئوية هذا كل مدينة بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء